صباح الفل صباح الأمل صباح التفاؤل على أحلى مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نعم أستطيع النهاردة حلقة رقم 250 للبرنامج بما أنه برنامجنا دايما أنه عايز أقول لكم نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال نعم أستطيع أقوال وأفعال وبما أنه برنامجنا دايما بيقف بصف الغلابة وبيجيب حق الناس عندنا النهاردة شوية مشاكل هنتكلم فيهم مع بعض ويا رب يا رب سيطة يوصل لكل سادة المسؤولين ويهتموا بالمشاكل دي عندنا أول مشكلة مشكلة الأستاذ محمد محمود الشريف ابن عزبة نجيب مركز بيبة محافظة بن سويف كلمنا الأستاذ محمد وقال لنا مشكلته ومشكلته هي مدرسة في يوجد في مركز بيبة مدرسة طاحل بيشا المدرسة دي كانوا بيروحوها أولاد طلاب عزبة نجيب أنهم كانوا بيروحوا المدرسة دي ولكن للأسف الشديد المدرسة دي طريقها طريق موت طريقها طريق خطر كانت الأطفال بتعمل حوادث وبعد الحوادث بتؤدي العهات مستديمة وتسبب الموت وطبعا ده ما يرضيش أي حد ولكن فكر الشيخ محمود الشريف والد الأستاذ محمد الشريف والد الأستاذ محمود الشريف طبعا فكر أنهم يعملوا مدرسة داخل العزبة وبالفعل بمساعدة أهل العزبة عملوا المدرسة ولكن للأسف الشديد المدرسة المفروض أنها تكون اشتغلت في عام 2019 وللأسف الشديد المدرسة الحدد دلوقتي ما اشتغلتش ما فيش اهتمام من السادة المسؤولين ومع ذلك الوراء هي قدامكم قدموا الوراء ده أنها المدرسة تشتغل لوكيل الوزارة وقدموها للوزارة التعلمية والإدارة التربية وأنهم حد يهتم بيهم محدش مهتم ولا المحافظ ولا حد يهتم فليه يعني الأطفال هي الأطفال اللي مات يديه لو كانت ابن حد مهم مات ولا ابن حد من السادة المسؤولين توفى كانوا هيهتموا طبعا ليه يعني هي الأطفال دي مش أمها و أبهتها جابوها علشان يساعدوهم ويقفوا جنبهم في كبرهم مش عشان ياخدوا عزق ابنهم للأسف الشديد كانت الأطفال بتروح المدرسة ما بتطلع ما بترجعش للأسف الشديد يعني أنتوا فاهمين يعني ايه كسرت قلبي أم على ضناها وكسرت قلبي أب على ضناها فاهمين يعني ايه هم جايبين أولادهم عشان يساعدوهم ويقفوا جنبهم في كبرهم وللأسف الشديد بياخدوا عزق أولادهم يعني أنا مش عارفة هو ليه السيدة المسؤولين مش مهتمين ورغم أنهم قدموا الأوراق وقدموا كل حاجة للمحافظ والوكيل والوزارة والإدارة التعليمية أنه حد يهتم محدش يهتم فالرجاء للسيد المحافظ والسيد رئيس المدينة والسيدة المسؤولين أنهم يهتموا بتشغيل المدرسة وفيه برضو سبب أسباب عدم تشغيل المدرسة أن العهدة ما تجهزتش وعجز في المدرسين والإدارين وعجز في العمال طبعاً أنه إحنا عارفين كتير جداً من المصريين خارجين كليات وقاعدين في البيت ما بيشتغلوش فليه كل السيدة المسؤولين ما يدوروش أنهم يشوفوا يعني الناس دي تشتغل طبعاً الناس كتير قاعدة ووقفة ما بتشتغلش وللأسف الشديد السيدة المسؤولين ما بيدوروش على اللي هم واقفين ويشغلوهم للأسف الشديد نحنا ما بتدورش على بعض نحنا بقينا يعني حاجة ما تتوصفش أننا ما بتدورش على بعض ما بنشوفش مصلحة بعض طبعاً دي أول مشكلة كانت معنا عندنا تاني مشكلة مشكلة الأنسة رحمة اسمها رحمة عبد الله رحمة محمد عبد الله أبو الليل من منشية الجبل الأصفر محافظة القاهرة للأسف الشديد نحنا بقينا عايشين واستغابة واستئسود ما بقناش بني أدمين بقينا بنعض ببعض بنكل في بعض الأنسة رحمة متغيبة النهاردة عن بيتها بقالها أكتر من عشرين يوم للأسف الشديد رحمة خرجت من بيتها ما رجعتش رحمة كانت رايحة تودي فلوس جمعية ستها وللأسف الشديد رحمة خرجت ما رجعتش صرت الأنسة رحمة هي قدامكم يريت يريت أي حد يشافها في أي مكان يتوصل مع رقم باباها أو على التليفون أو يتوصل عن طريق البرنامج وده هو رقم والد رحمة على الشاشة يريت أي حد يشوف الأنسة رحمة أو يشوفها في أي مكان أن يتوصل مع أهلها فإحنا ليه بقينا عايشين وسط أسود تحس إننا بقينا في غابة ما بقيناش وسط بعض ما بقيناش بنحب بعض ما بقيناش بنضور على بعض وللأسف الشديد بيقولوا إنهم قتلوها والمركز أبض على المتهبين بالجريمة ومعترفين بالجريمة والمصيبة العظمة إنه المركز مش متحرك المركز ليه واقف ليه هو يعني رحمة دي مش محسوة هي رحمة دي مش أمها وأبوها تعبوا فيها رحمة أمها وأبوها وأهلها كلهم لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا بيناموا ولا عارفين يعملوا أي حاجة فليه نحن بقينا معضمين الضمير ليه بقينا معضمين الإسلام حرام اللي بيحصل لنا ده يعني يريت يريت أي حد يعني يريت نحب بعض يريت نزور على بعض يريت ما نموتش في بعض نحن ليه بنضمر في بعض نحن ليه كذا بقينا معضمين الإسلام بقينا معضمين الضمير فده طبعا ما يرضيش ربنا ويريت كل السيدة المسؤولين يهتموا يدوروا وما يقفوش عن الموضوع يريت يدوروا ويشوفوا المركز المركز يتحرك ويوقف ويشوف بيعمل أي حاجة ولكن المتهمين بالجريمة دي يريت يريت الإعدام شنقا يريت ورحمة بإذن الله يعني الله أعلم هي عايشة ولا إذا كانت متوفية ولكن لو كانت عايشة ربنا يربي يرجعها الأهلاء ولو كانت متوفية ربنا يرحمها ودي كانت تاني مشكلة معانا تالت مشكلة وهي مشكلة داخل مركزي مركز ومدينة ألبليانا طبعا جات لنا مشكلة من قرية الصمطة إنها قرية الصمطة بعض النجوع والمناطق داخل قرية الصمطة لم يصل لها الصرف الصحي حتى الآن نجع عزبة نظيف والزرازرة ونجع الجندي دول ما وصلهمش الصرف الصحي حتى الآن وللأسف شديد وطبيعي جدا إنه الصرف الصحي موصلش طبيعي جدا إنه الغاز الطبيعي مش هيتم إنه يوصل للمنازل فيريت كل السادة المسؤولين إنهم يهتموا ويدوروا وبكل القرى داخل المركز مش بقرية واحدة بس فيريت يريت الاهتمام بالمشاكل دي والفيه كبري بيعملوا فيه بقالوا خمس سنين الكبري ما تحركش خطوة يعني إيه كبري خمس سنين ما تحركش خطوة دايما فيه اختناقات في المزلقان القبلي في مركز الباليانة وطبعا ده بيسبب حوادث مع سوائن الميكروبسات وغير وغير بيسبب حوادث وبيسبب مشاكل وطبعا ده حاجة مش كويسة خالص دي من السلبيات اللي عندنا فيريت كل السادة المسؤولين إنهم يهتموا ويدوروا على كل حاجة نقص المركز بأكمله ومش المركز بس المحافظة بأكملها ولكن شكر كبير جدا الحمد لله بفضل ربنا صوت يوصل المرة اللي فاتت لسيد المحافظ اللي هو طارق الفقي له كل الشكر والتقدير إنه أنا لما طلعت وتكلمت المرة اللي فاتت وقلت إنه ناقص إنه طريقنا طريق موت والوحدة الصحية وحاجات كتير ومشاكل كتير عرضناها وتكلمنا فيها الحمد لله بفضل ربنا صوت يوصل لهم وابتدوا إنهم يصلحوا في الطريق والطريقة هي قدامكم زي ما انتوا شايفين طبعا دي طريق بقرية الغنيمية هتتسفلت وهتبقى طريق صلحة وكويسة ولكن ابتدى التصليح من عند البنزينة بحري لحد مرور الكسرة ودي طبعا الطريقة هي زي ما انتوا شايفين قدامكم ابتدوا التصليح اللي هو طارق الفقي محافظ اللي هو طارق الفقي والسيد رئيس المدينة المهندس لبفي محمد علي وكل السادة المسؤولين داخل مجلس مدينة لهم كل الشكر والتأدير والاحترام والحمد لله إن ستوصل لكم وياريت ياريت تهتموا بباقي المشاكل الموجودة داخل المركز بأكمله طبعا عندنا المشاكل دي واجهنا شكر كبير جدا للسيد المحافظ اللي هو طارق الفقي والسيد رئيس المدينة ولكن عندنا مشكلة أكبر من كده بكتير عندنا مشكلة بتوقعنا في مشاكل كتير جدا عندنا مشكلة عدم توفير فرص عمل للشباب داخل المحافظات عدم توفير فرص عمل للشباب داخل المحافظات بيخلي شباب تنحرف بيخلي الشباب بيتجروا في المخدرات بأنواعها طبعا أنا بتكلم كده وبقول إنه لا إنه شبابنا يضيع نحن كده لما ما فيش فرص عمل متوفرة للشباب فالشباب بيتطر إنه هو يتجر في المخدرات بيطعط المخدرات عشان يطعط الحاجة اللي هو بيطعطها دي ممكن يسرق ممكن يقتل ممكن يقطع طريق توصل بيه إنه يعمل أي حاجة أهم حاجة إنه هو يوصل للحاجة اللي هو عايزها دي والأسف الشديد ده مش صح والأسف الشديد شبابنا بيضيع نحن كده لما نحن ما فيش فرص عمل متوفرة للشباب نحن كده بنضيع نحن كده بنموت نحن كده ما بنتلعش نحن بننزل للأسف الشديد ده بقى منتشر كتير جدا في جميع المحافظات فيريت السادة المسؤولين إنهم يهتموا إنهم يوفروا فرص عمل للشباب وإنهم في كل المحافظات ما بتكلمش عن مكان معين إنهم يوفروا فرص عمل للشباب وإنهم يعني يدوروا ويشوفوا إيه اللي يخلي السبب إنهم يبقوا كده فيريت كل السادة المسؤولين إنهم يهتموا بطرق الموت داخل كل المحافظات وداخل كل القرى والمراكز ولكن برضو في مركز البليانة في قرية بنحميل برضو طريقها طريق موت طريقها طريق خطر وقرية العكلية وبإذن الله بإذن الله صوت يوصل وإنه كل القرى داخل المركز وكل الطريق المادة للوصول للمراكز داخل محافظة سهاج بأكملها تكون طريق صالحة وتكون طريق كويسة وما تكونش طريق موت وتحصل فيها حوادث وحالات وفاة طبعاً لحد هنا اتكلمنا عن المشاكل ولكن هنطلع فاصل وهنرجع لكم تابعوني بعد الفاصل أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعض الفاصل وهنتكلم عن الطموح والتفاقل طبعاً عندنا في الصعيد ناس كتير جداً عندها مواهب وعندها طموح وعندها تفاقل متفاقلة ولكن أحب أقول لهم تفاقلوا وحلموا خير ووصلوا لحلمكو حقق حلمكو ما توقفوش حلمكو حتى لو كان فيه مت باب قدامك مقفول احلموا حقق حلمك وصدق نفسك ما تقولش أن الحاجة دي مستحيل أوصل لها ما تقولش أنك أنت مش هتعرف تصل للمكانة دي تفاقل وإحلم أنا طبعاً أحب أكلمكم شوية عن نفسي أنا من الناس اللي كنت بفكر وبقول هو أنا إزاي هوصل لحاجة معينة في دماغي لحاجة أنا كنت بحلم فيها من أيام الطفولة ولكن كنت متخيلة أن أنا مش هوصل ولكن الحمد لله بفضل ربنا وصلت لها ولكن للأسف الشديد هرجع أكلمكم عن المعهد اللي أنا أخدت فيه مقلب المعهد ده أنا لما كنت فيه وبعد كده اكتشفت أن المعهد غير معتمد واكتشفت أنها الشهادة مش معتمدة أنا مريت بأسوأ أيام حياتي مريت بفترة بجد بجد كت نفسيتي تحت الصفر مريت بفترة ربنا ما يوريهاش لحد يا رب إن شاء الله وبإذن الله بإذن الله ربنا ينصرني في القضية وينصر صاحب الحق أخذ حقي وهرجع وهقول لكم وهعمل لكم حلقة مخصوص أن أنا أكلمكم وصلت لحقي وأخذت حقي بفضل ربنا بإذن الله ربنا هيقف معايا عشان أنا مظلومة أنتوا عارفين طبعا عندنا في الصعيد في ناس كتير جدا بتقول أنه لما البنت في الصعيد بتخش المركز بيقولوا عليها كذا وكذا ومش تمام ومش عارف إيه والكلام ده لأ طبعا أنا تعديت التقاليد دي مش أي حاجة مش بجاحة ولا أي حاجة ولكن لازم أثبت حقي لازم أخذ حقي أنا بنت أبويا اللي علمني ما سيبش حاجة غصبة عني ولكن دخلت المركز بطولي دخلت المركز بطولي ما خوفتش ما تهزتش ما حصلش أي حاجة ليه أنا دخلة صاحبة حق أنا دخلة مش خايفة أنا دخلة عايزة أخذ حقي والقانون هيجيبلي حقي المفروض أنه كان ييجي هو صاحب المعهد ده المفروض أنه كان هيجي والموضوع يتحلي في المركز ولكن هو رفض أنه ييجي أو الله أعلم هو مجاش ليه ولكن هو قال أنه هيجي والأسف الشديد مجاش وبقت بدل ما هو بقى محضر بقت قضية بإذن الله وبإذن الله ربنا ينصر صاحب الحق ومعنا تليفون المهندس وليد شعلان مدير الفني للبرنامج ألو صباح خير ازيك يا إبا؟ أهلاً صباح خير ازيك يا باش محمد؟ كل التنوات ضيبة وحلاء مفقرة جداً جداً النهاردة ربنا يخليك يا رب يحفظك ربنا يخليك الحلاء رقمتين ديك النهاردة معنا بعد التدريب ونزولك موزيع رسمي من أورة البرنامج ومن أورة القناة وبيتي فعلاً موزعة الغلابة تتكلم عن مشاكل المواطنين ومشاكل أهل صهاج وأهل من السويف وأهل الفيوم وأصبح طيوم يعني بالبلد جداً وديه الغلابة في الصيد شرح دي حاجة كويسة جداً وأنا مفسوط بديه الصراحة يهب دي حاجة كويسة بديهت دي أنا تنحل ربنا يزور حاجة تاني بقى أنا عايز أعمل تهنيئة صغيرة كده استأذنك عايز أن يمطي خلود خلود الساشة علينا وختي خلود ومطبت أمبارح على الأستاذ أحمد عبد الرازق دي القاهرة ألف مووك ربين ويا رب إن شاء الله بتوفيق وإن شاء الله يا رب بتبقى اللي جاي أحسن وده أول فرحة في بيتنا بدون غمي كان يمكن يوم فيه بساطة بس كان في حزن أول مرة ننبسط ونعمل فرح بدون والدتها اللي أرحمها ولكن الحمد لله كانت في ساعة وتجاوزها فبالتالي إحنا برضو فرحنا عز أول تاني ألف أوروك لك يا خلود وبالتوفيق إن شاء الله برفاق البنيني محمد شخصية مصفرمة جداً عريس مصفرمة ممتاز إن شاء الله جاوزة صلحة وجاوزة كويسة وإن شاء الله يا رب شونك أحلى مكان يا رب إن شاء الله اللهم أمين يا رب وألف مبروك للأنسة خلود وربنا يا رب يتم الله على خير وطبعاً أنا من أكون أني أكون مزيعة ده بجد كان حلمي من أنا وصغيرة والحمد لله بفضل ربنا وصلت لنعم أستطيع وبقيت مزيعة وبإذن الله بإذن الله ربنا يقدرني يا رب وأشوف كل مشاكل كل الناس مش أهل واللي هم أهل الصعيد بس أشوف مشاكل كل الناس وربنا يقدرني يا رب على فعل الخير وأساعد الناس بكل حاجة يا رب وطبعاً بجد أنا بشكر الباش مهندس وليد شعلان شكر كبير جداً ده طبعاً عمري مهانسة فضله وعمري مهانسة أنه وقف جنبي ودعمني وعمري مهانسة أهلي وأهل الصعيد وكل أهل قريتي وعمري مهانسة وقفيتهم جنبي وأنا بوجه لهم كلهم تحية كبيرة شكراً جزيلاً لكم كلهم تمام؟ وهنتكلم نرجع تاني نتكلم عن موضوع المعهد موضوع المعهد ده موضوع مش سه إذا كنتوا أنتوا متخيلين أنه ده موضوع سه فأنتوا تبقوا فاهمين غلط فاهمين يعني إيه تبقى في مكان تبقى مفكر أنك بتتعلم ولكن للأسف الشديد ما بتتعلمش بيتضحك عليك مرة يقول لك الشهادة معتمدة من جامعة عين شمس بالقاهرة مرة يقول لك من جامعة أسيوت مرة يقول لك من جامعة القاهرة وفي الآخر ما تعرفش أنها في الآخر للأسف الشديد معتمدة من عند بتاع البليلة ما نعرفش كنا كده وللأسف الشديد كنا هنكمل ولكن الحمد لله الحمد لله ربنا كشف الغم عن عينينا ورجعنا أننا فتحنا ولكن للأسف الشديد بعض الزملاء في المعهد مش مقتنعين أنه المعهد ده مش معتمد مش مقتنعين بالكلام ده ولكن أحب أجلهم رسالة ربنا يا رب يكشف الغم عن عينيكم زي ما كشفها عن عيني أنا وبعض الأصدقاء بعد الأصدقاء هوا معانتي ولكن ألو معانا للأستاذبة ألو ألو نسأل نور زي حضرتك عاملة إيه الحمد لله زي حضرتك تمام ربنا يخليك ربنا يخليك طيب طيب أني صاحبة تحب تقول لنا إيه على الهواء أو تحب يتوجه رسالة إيه للبنات أو للفتيات اللي هم بيحلموا في الصعيد أو برا الصعيد أنا بقول لهم ما يبطلوش يحلموا يبدلوا وراح المهم أيا كان وتحت أي ظروف والله عاوز حاجة بيعملها طبعا وربنا بيكرم وبيدي على قد التعب على قد ما هتتعب على قد ما هتلاقي تمام ربنا يا ربي يكرمكم ويحقالك كل اللي بتكمنية أني صاحبة ربنا يخليك يا أب شكرا أني هيبت الله أعزائي المشاهدين والحد هنا انتهت حلقتنا ولكن أحب أقول لكم ما توقفش حلمك حتى ولو كل الأبواب تقفلت في وشك الأمل لسه موجود في نعم أستطيع دمكم الله في خير السلام عليكم